من الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية نجي هنا نظريات التعاصر عندنا ثلاث نظريات نظريات التعاصر التكافؤ اللي نعتمد عليها في فصلنا هذا ونظرية المجال البلوري ونظرية الأوربيتال الجزئي النظريتين هذه ما رح نطرق الهيب الفصل لأنها في الجامعات تأخذ إن شاء الله في المستقبل نجي على هذه نظرية آسرة التكافؤ نظرية آسرة التكافؤ تنص هذه النظرية أن المركبات التناسقية تنشأ من تفاعل حامض لويس أي الأيون المركزي أو الفلز المركزي وقاعدة لويس حيث يهب الليغند يعني قاعدة لويس الليغند زوج من الألكتروني الألكتروني إلى أوربيتال فارغ في الغلاف الخارجي للذرة الفلز وتنشأ آسرة التناسقية إذن مبدأ الآسرة التناسقية هي قاعدة لويس تهب زوج ألكتروني إلى حامض لويس اللي يحتوي على أوربيتالات فارغة لقد اعتمدت نظرية آسرة التكافؤ على التهجين الأوربيتالي أي تداخل الأوربيتالات الذرية لينتج أوربيتالات مهجنة حيث يكون التنافر بين هذه الأوربيتالات في حده الأدنى ويمكن تمثيل هذه النظرية بأوربيتالات الفلز بمربعات لبيان توزيع الألكتروني الغلاف الخارجي للفلز والألكتروني الآتية من الليغندات نجي هنا مجامع التناسقية عدنا نوعين عدنا مجامع التناسقية ضعيفة ومجامع التناسقية قوية المجامع التناسقية الضعيفة هي المجامع التي لا تستطيع ضغط على الألكترونات المفردة في المستوى الطاقدي وتحويلها إلى أزواج مثل أيون اليود أيون لبروم أيون لكلور أيون لفلور الهايدروكسيد هذه تنحفظ هذا إذا جني على شكل الليغندات فهذه ضعيفة لا تستطيع ضغط في الغلاف الثانودي أما المجامع التناسقية القوية هي المجامع التي تستطيع الضغط على الألكترونات المفردة في مستوى طاقدي وتحويلها إلى أزواج هاي مثل EN أثنين داي أمين بريدين كاربونيل أمونية داي مثل غلايكوسيوماتو النيترو السيانيد هذا اللي كل يتهن نحفظهن على أنه قوية أو ضاغطة لقندات ضاغطة أن عناصر سلسلتين الانتقاليتين نحن عندنا ثلاث عناصر الأولى والثانية والثالثة سلسلتين الانتقالتين من الثانية والثالثة والتي تكون أعدادها من يعني أعداد الذرية من تسعة وثلاثين إلى تسعة وسبعين تكون معقداتها ضاغطة ونوع التهجين دائما يكون من نوع DSP2 مربع مستوي ويرجع السبب هنا هاي السلسلتين ما عدنا ضعيف وقوي كلها تكون ضاغطة كل الليقندات حتى اللي تجينا الليقندات الضعيفة من تجي رح تكون قوية في هاي السلسلتين الثانية والثالثة والتي تبدأ من تسعة وثلاثين العدد الذرية من تسعة وثلاثين إلى تسعة وسبعين ليش السبب؟ السبب يرجع لأن هذا التعليل السبب لأن حجم الأيونات يكون كبير مقارنة بحجم الأيونات السلسلة الانتقالية الأولى العدد التناسقي تعريفة عدد الجزيئات أو الأيونات أو الليقندات التي ترتبط بالأيون المركزي الفلزي بالآاصر التناسقية عدد الأواصر التناسقية وأكثر الأعداد التناسقية شيوعاً هنا أعداد صحيحة 2, 4, 6 أشكال الهندسية بالتهجين إذا كان نوع التهجين SP سيكون الشكل الهندسي مستقيم إذا كان SP2 يكون مثلث إذا كان SP3 يكون رباع الأوجه منتظم وإذا كان DSP2 هو مربع مستوي وهنا لك علاقة بين العدد التناسقي وشكل الهندسي للمعقد كما نبين في الجدوان نجي هنا يمكن نستخدم الشكل الآتي شون نستخدم هذه أولاً دائماً في توزيع الألكترونات تتقدم الأوربيتال D على S ويكون الشكل التناسقي حسب التوزيع امتلاعاً بالأوربيتالات بشكل مفرد أولاً ثم الإزدواج يعني نحن من نوزع بشكل مفرد وهنا نعرفها على قاعدة هند هنا أنا هذا أدنى حتى الترتيب الألكتروني يعتمد هذا الحل المسائل كله بهذا الفصل على نقطتين النقطة الأولى إيجاد العدد التأكسدي للذرة المركزية والنقطة الثانية هو العدد الترتيب الألكتروني للذرة المركزية فإذا كان عدنا العدد الذرة أكثر من 18 نقدر نستخدم هذا الرمز الار اي الارقون العدد الذر مال ايه فهنا نقدر نحفظ هذا لازم ينحفظ هنا أنا هذا الارقون الار اللي هو 18 واني وار 18 ينكمل نحتاج عدد الكترونات يجي وار 18 4S 3D 4P إذا كان الكريبتون يعني أكثر من 36 العدد الذر اللي منطنا للذرة المركزية رح نكتب الكريبتون 36 يجي وار 36 5S2 4D شوش قد عدنا يبقى الكترونات وال4P هنا الP دائما يكون فارغ وإذا أكثر من 54 فنكتب الزينيون XE وهنا يجي وار 4F 6S2 5D 6P طبعا والطالب يقدر هو إذا يقدر يكتب الترتيب الألكتروني كامل 1S2 2S2 2P6 وهكذا يعني هذا اللي يعرفه هم صحيح هو نفس الشيء أو يختصره هس هنا نعدنا المواد هنا البارا مغناطيسية شنو تعريفه تلك المواد اللي تحتوي الإلكترونات مفردة في المستوى الطاقة D يعني إذا في الغلاف D أكو إلكترونات مفردة إذن هذا شنو بارا مغناطيس الدايا مغناطيس تلك المواد اللي تحتوي على إلكترونات مزدوجة في الغلاف الثانودي يعني ماكو أوربتالات منفردة في الغلاف الثانودي فهن يكون شنو دايا مغناطيس الزخم المغناطيسي تعريفه هو الزخم الناتج من برم الإلكترونات المفردة ويمكن إيجادها من هذه العلاقة هذا الزخم المغناطيسي يساوي تحت الجذر إيه عدد الإلكترونات في تحقاوس إي زائد اثنين هذا القانون يحفظ حتى نحن عليه المسائل وشكرا